بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي ان شاء الله هناخده example programs علي احنا اتعلمناه في السي اتعلمنا ايه الحد دلوقتي اتعلمنا شوية operators وتعلمنا شوية control statements زي ال if وال for loop وال switch cases اتعلمنا شوف البرنامج ده بيعمل ايه البرنامج ده اليوزر هدخلي two numbers رقمين والبرنامج ده هيعرض لي ال relations المختلفة اللي ممكن الرقمين دول يحققوهم يعني لو الرقمين قد بعض يطبع للرقمين قد بعض لو الرقمين لا يساوي بعض حيطبع الرقمين لا يساوي بعض لو الرقم الاوليني اصغر من التاني يطبع لي الرقم الاوليني اصغر من التاني لو اكبر من التاني يطبع لي اكبر من التاني لو اصغر من او يساوي يطبعها لو اكبر من او يساوي يطبعها ده كده الجزء الاول من ال program عملت إيه؟ إنتجر نمبر 1 إنتجر نمبر 2 بقى كده أوتلو اتنين print if enter your integers and I will tell you the relations that they satisfy بقى كده أخدتهم بالسكان if ما ننساش علامة الampersand إليه تدل على العنوين بتاعت النمبر يبقى كده اندخلت كده الرقمين للجهز واحد اسمه num1 واحد اسمه إيه؟ num2 هعمل إيه؟ أنا عاوز أطبع relations المختلفة يبقى لازم هاستخدم مين؟ ممكن هاطبع حاجات أو لا يبقى لازم نستخدم control statements فهعمل إيه؟ عشان أطبع كل relations المختلفة يبقى correlation هاطبع في مين في if statement لو number 1 يساوي يساوي number 2 اطبع لي أن number 1 is equal to number 2 طبعا percentage دي هيشيلها ويحط بدأ لك value بتاعت number 1 percentage دي هيشيلها يحط بدأ لك percentage بتاعت ايه؟ ال value بتاعت مين؟ number 2 وبق slash n يعني ينزل سطر لو السطر ده ما تحققش number 1 لا يساوي number 2 يبقى الشرط ده مش هيتنفذ وبالتالي مش هيتبع relation اللي بعده لو لقى number 1 لا يساوي number 2 يبقى حيتبع الرقم الأولاني is not equal to الرقم التاني طبعا يفرد لقى هم 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 بعض يبقى السطر ده مش هيتنفذ وهكذا number 1 أصغر من number 2 لو تحققت حيتبع عنده أصغر لو ما تحققت مش هيتبع وهكذا في الست حالات الجزء التاني من ال program بيطلب منك رقم برضو ويقولك إذا كان هو divisible by 5 أو 3 أو 2 اللي هم أول تاتا prime factors طب إزاي أعرف رقم divisible by 5 أو 3 أو 2 والله لو رقم divisible by 5 يبقى لما يقسمه على 5 ما لاقيش remainder صح؟ يعني لو عندنا مثلا 10 10 divided by 5 يكوى الكام 2 في remainder لا مفيش ولكن 11 is not divisible by 5 إن 11 شرع كمسة بكام باثنين ومعنى كام ومعنى واحد remainder فهعملها إزاي دي؟ لو أنا عاوز أعرف الرقم not divisible by رقم ولا أجيب له مين؟ ال remainder لو ال remainder موجود يبقى ده مين؟ لو ال remainder موجود ال remainder بأي رقم يبقى not divisible افرد مفيش remainder يعني remainder ب zero يبقى ده divisible طيب أنا عاوزه يطبع لما يكون في remainder ولا ما يكونش في remainder لو الرقم هنا دخلته ده divisible يعني معناها مفيش remainder معناها اللي هنا هيبقى ايه؟ zero يبقى لازم أحط not عشان ال condition ده يبقى ايه؟ يبقى true فبالتالي يطبع يبقى لو الرقم ده divisible by 5 ال remainder حيبقى في zero ال not بتاعي zero العكس بتاعي zero هو مين؟ one يبقى ال condition ده يبقى true ويطبع يجي هنا ال x remainder مع three لو في remainder اه لو في remainder العكس بتاعه يبقى zero يبقى ما يطبعش لو مفيش remainder يبقى divisible ويطبع وهكذا طيب ودلوقتي انا فيك اتكاتب program تاني فانا عاوز اخلي ال project بتاعي يشغل ال program ده فدلوقتي هقوم شايل ده من ال project اعمل exclude للفايل ده وعمل run للكود ده الواحده هل في errors؟ مفيش errors يبقى كده الكود بتاعي سليم نبتدي ايه؟ run without debugging enter two integers and i will to use the relationship between them هدخل خمسة مثلا اربعة مثلا وخمسة اربعة is not equal to five فعلا اربعة is less than or equal five ايوه الجملة الاخيرة ده ممكن بعض الناس تستغرب هل اربعة is smaller than or equal؟ ايوه ليه؟ smaller than or equal هو smaller than already فايه؟ مش شرط يبقى لازم ايه؟ مش لازم الاتنين يتحققوا في نفس الوقت لما اقول لك x اصغر من او يساوي يبقى ممكن الx تبقى اصغر من او يساوي بس مش لازم انت بتساوي يعني بقول لي enter your number لو انا عطلو 30 مثلا او 30 divisible by 5 و30 divisible by 3 و30 divisible by 2 طب تعالى نجرب واحد كمان اربعة واربعة اه اربعة is equal to 4 اربعة is less than or equal to 4 اربعة is greater than or equal to 4 الرقم هناخد مثلا المرة دي عشرة اه divisible by 5 المرة دي ما طبعش divisible by 3 now is not divisible by 3 يبقى استفدنا ايه من البروغرام ده؟ استفدنا اذا اتعامل مع الif condition leave condition control statements بتخليلي اجزاء من الكود تتنفذ واجزاء ما تتنفذ عاوز يطبع relations روح تحطط ال condition بتاع correlation لو اتحقق يطبع لو ما اتحققش ما يطبعش هنا عاوز اعرف هو divisible فروح تحطط ال condition لقيت ان انا عاوز عكس ال condition روح تحطط not وعمل ايه؟ عامل مكمل الprintfb2 تعالى نجيب بقى الملف التاني احنا عملينه exclude دلوقتي عاوز اجيب existing item ان انا كاتبه وابليكاته واشيلي بقى الاولانين ده مش عاوزه خلاص اللي انا اشيطه ده ما اتمسحش وليسه في الكود زي ما هو ولكن انا بقول له ما تعملوش الكمبيليشن دلوقتي الكود الثاني ده انا عاوز اعمل ايه؟ عاوز اعرف الرقم prime ولا لا عاوز اعرف الرقم الداخلي ده prime number ولا لا فانحط له منه الرقم وحقول له هو prime ولا لا طيب ازاي عرف انه الرقم prime والله التعريف اللي احنا اخدناه انه رقم prime ما يتقبلش ما يقبلش الاسم غير على نفسه والواحد يعني مثلا 15 is not prime number ليه؟ 15 يقبل الاسم على الخمسة يقبل الاسم على الثلاثة ما ينفعش سبعة prime number ليه؟ ما يقبلش الاسم غير على السبعة وعلى الواحد ما ينفعش يقبل الاسم على حاجات تانية يبقى كده prime numbers هي اللي ما تقبلش الاسم غير على واحد او نفسه لو قبلت الاسم على اي حاجة تانية اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية الحاد اي رقم عدا نفس الرقم يبقى نوت prime يعني لو قلتلك مية ازاي تقولي ان المية دي برايم؟ تقولي والله تجربت اسمها على اثنين لو تقسمت يبقى برايم لو ما تقسمتش يبقى نشوف ثلاثة لو تقسمت يبقى مش برايم لو ما تقسمتش اجرب اربعة وها خمسة ستة سبعة تمانية لحد مجرب كل الارقاء واشوفها هي برايم ولا لا افرد قلتلك مية تسعة وثلاثين تقولي جرب خلاص جرب ايه اسم مية تسعة وثلاثين على اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة لحد مية تمانية وثلاثين لو قبلت الاسم على اي رقم من دول يبقى هي على طول نوت برايم على طول لو ما قبلتش اسم على كل الارقام دي يبقى هي برايم نمر يبقى انا واضح من كمين في نوم التكرار صح؟ هجرب الاسم على واحد واثنين وثلاثة واربعة سوري هقرب باثنين ثلاثة واربعة وخمسة يبقى في تكرار يبقى في فورلوب يبقى اول حاجة خالص يبقى الرقم البرايم ان عندي ده اللي انا هاخده هعديه على فورلوب الفورلوب دي هتعمل ايه؟ هتجرب تشوفه بيتأسم على الارقام المختلفة ولا لا؟ من كم لكم؟ من اثنين لحد قبليه او ان كده كده اي رقم بقبل اسم على نفسه يبقى الحد ايه؟ اصغر من N يبقى هجرب اسمه على I بيتنين ثلاثة اربعة على الحد قبل ال N على طول اللي ايه؟ N-1 لو اتقسم على اي واحد منهم يبقى على طول ده لو ما تقسمش الفورلوب دي هتفضل شغالها الحد ما الفورلوب ايه؟ ما تخلص يبقى كده البرائم نبر هجرب عشان اعرف هو برايم ولا لا؟ سوري الرقم اللي داخل يعني ان لسا ما عارفش الرقم اللي داخل عشان اعرف هو برايم ولا لا؟ هجرب ان انا اسمه على كل الارقام من اتنين لحد N-1 لو قابل اسم على اي واحد فيهم يبقى هو نوت برايم لو ما قابلش على ولا واحد يبقى هو ايه؟ برايم طب تعالى مبص يحصل ايه هنا في الكود اللي انا كده؟ فور I equal 2 I اقل من N I++ اول ما نرى الريميندر بتاع ال N وال I لو ما فيش ريميندر معنى انه يقبى ليه الاسمه صح؟ لو ما فيش ريميندر معنى انه يقبى ليه الاسمه 15 عال 3 ب 5 ما فيش بقى اسمه يقبى ال 15 ديفيز بال وي 3 يعني معناها انه لو ما فيش بقى اسمه يبقى ده على طول نوت برايم ده على طول نوت برايم اعمل ايه؟ اه احنا هنا بقى الاسمه هيبقى ب 0 خد نوت عشان يبقى ال if condition ده true واعمل break اطلع برا اللوب خلاص ما لاقش الاسمه تكمل طب افرد؟ لا لقيت فيه بقى اسمه هجرب الرقم اللي بعده هجرب ال I اللي بعده لقيت فيه بقى اسمه هجرب الرقم اللي بعده هجرب الرقم اللي بعده لحد ما ال I توصل بكام ال I توصل لحد N اول ما ال I تساوي ال N ال condition ده مش هيتحقق حيوم ايه نقزل لو اللوب تنفذت كلها وما لاقاش حاجة يبقى ال I ساعتها بكام يبقى ال I اللي خرجت برا اللوب هي ال N انه جرب كل ال conditions جرب كل اللوب ما لاقاش حاجة يبقى ال I وصلت لحد كام ال N طب افرد هو كان طالع من نص اللوب يبقى ال I مش هتساوي ال N اه يبقى هو لو خلص اللوب لو هو خلص اللوب دي كلها يبقى هو ما عداش على كلمة break يبقى هو ما لاقاش ولا remainder يعني هو ما لاقاش ولا رقم divisible by cam by I يبقى ساعتها ده prime number لو لقى اي رقم divisible by I اي رقم يبقى remainder ده حيبقى في zero العكس بتاعه حيبقى bond حيقوم عامل break يطلع يلاقي مين ال I لا تساوي N انه هيبقى لسه في نص اللوب تعال نجرب كده ندخل رقم مثلا 15 not prime نجرب رقم تاني 53 اه 53 prime number طب تعال نجرب 49 not prime هو بيعملي دلوقتي كل مرة بدخل الرقم بيجرب يقسمه على I ب2 ب3 و4 في 5 ستة الحاد N-1 لو لقى remainder اول ما يلاقي remainder ب zero يبقى النط بتاعه ب one ال if condition يتحقق يمطلع break يمطلع بره لو ملقاش يفضل يكمل لو اللوب دي خلصت على الاخر يبقى ال I بكام ال I بN يبقى يطبع prime number انه ملقاش ولا remainder طب إفرد كان انكسر يروب في النص إفرد كان طلع بbreak يبقى ساعتها ال I مش هتساوي N يبقى ده not prime number دي كده two examples بساطة على ال for و if statements تقنص